أعربت الجمهورية اليمنية عن إذانتها للهجوم الصاروخي الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار بغداد الدولي ونجم عنه خسائر مادية وأعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد للأعمال الإرهابية التي تقوض حرية الملاحة الجوية وتهدد أمن واستقرار العراق وقالت الخارجية إن موقف الجمهورية اليمنية تجاه استهداف مطار بغداد من موقف اليمن الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتهدد أمن المنطقة وشددت الخارجية على تضامن اليمن الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات في مواجهة الإرهاب لحفظ أمنه واستقراره وحماية مواطنيه